اشتركوا في القناة من الذنوب الأمر هكذا أن توقف الذنب اليوم خير من أن توقفه غدا الكلام الكلام إذن الذي عكف على المعصياء دهرا من عمره هذه الليلة يتوب خير له من يوم غد هذا المنطق أنا الغريق فما خوفي من البلل منطق مرفوض جملة وتفصيلا بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين من صفات الله عز وجل أنه عزيز ومتكبر المؤمن له شمة من هذه الصفة الإلهية طبعا لا أعني التكبر وإنما أعني العزة المؤمن ليس له الحق أن يذل نفسه ليأكل ما يشاء ليشرب ما يشاء ولكن أن يجعل نفسه في موضع الواهن هذا لا يسوغ له ومنها طلب الحوائج من الغير من دون ضرورة نفسه الطلب من الغير نعم فيه حزازة المؤمن يسأل الله عز وجل ما يريد إن أراد أن يسأل بشرا أئمتنا عليهم السلام يبينون الموارد في أكثر من رواية إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث دم مفجع إنسان مطالب بالدية هذا نعم إنسان محتاج أو دين مقرح بعض أصحاب الدين صاحب المال يهتكك يهينك لا يصبر عليك أو فقر متقع فقر شديد بعض الناس لا يجد قوت يومه لا يجد طعام عائلته إذن هذه الموارد موارد استثنائية وإلا إنسان يستدين ليركب سيارة فارهة يستدين ليوسع في منزله يستدين ليغير من أثاث بيته وسمعت أن البعض يستدين ليسافر صيفا إلى بلد تنتهي السكرة أو تنتهي المتعة يرجع للوطن سنة كاملة ويدفع ما عليه من الأقصاط مثلا أي عقل هذا إنسان يستدين لأجل متعة لا ضرورة لها في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم تعرفون كان ذلك الزمان قمة الفاقر خير الخلق بين أظهرهم ولكن لا يجدون قوتهم النبي كان لا يشبع الآية تقول الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض ليست له القدرة أن يتجر أن يكتسب هذا معذور ولكن تقول الآية يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفوف الغني لا يطلب إلا إذا كان غنيا حرهيصا وهذا الفقير المؤمن لا يطلب ما الفرق بينهما إذن ولكن من القراء إن تعلم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا لا يلحون في طلب شيء هذه الحالات القرآن الكريم يمدحها في بعض الفقراء لا جميعهم حتى أن صحابة النبي تعلموا على الاستغناء لا طلب المال أحدهم كان يسقط صوته من الداب مثلا الإنسان الراجل من السهل أن يأخذ الصوت ويعطيها للراكب ولكن كان الراكب منهم ينزل من دابته ويأخذ صوته الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام فكان الرجل منهم يسقط صوته وهو على دابته فينزل حتى يتناوله كراهية أن يسأل أحدا شيئا ولهذا المؤمن في المنزل أيضا بعض المؤمنين متقيد الطلب من الزوجة الزوجة ليست ملزمة الآن قدر الإمكان أيضا لا يكلفها شططا يريد كأسا من الماء والماء قريب منه لماذا يكلف زيدا وعمرا اذهب بنفسك إذن المؤمن هذه الصفة في وجوده فإمتنا عليهم السلام كانوا مظهر الجود كما تعلمون ولهم نعم تصرف نعم لهم كرامة عند الله عز وجل ليس المقام الآن نقل كراماتهم ولكن لو سأل الله عز وجل لو سأل الله مالا لفقير رب العالمين يدبر له بقدرته القاهرة المهم أحدهم سأل الإمام الصادق عليه السلام نعم سأله نعم ذكر له بعض حاله الإمام نادى الجارية وقال لها مثلا المهم هذا مال أعطاه لهذا الراوي يبدو الراوي أخرج قال لا والله جعلت فداك يعني ما أطلب منك مالا ولكن أحببت أن تدعو الله عز وجل لي ذكرت حالي للدعاء ودعاء الإمام مستجاب ولكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أدى ما عليه أعطاه المال ولكن أوصاه بوصية ولكن إياك أن تخبر الناس بكل حالك فتهون عليهم يعني لا تذكر حاجتك لكل أحد هذا إمام زمانك لا ضير الذي يسأل هكذا يصبح هينا على الناس يتفق في مجتمعاتنا هذه الأيام نكتشف فقيرا جمع المال من التسول من سؤال الناس هذا المال فوق قوت سنته هذا الإنسان إنسان سيء ولكن النبي صلى الله عليه وآله يحذر هذا الصنف الذي يستجدي ويسأل وهو مستغني يقول صداع في الرأس وداء في الباطن هذا المال عاقبته المرض ويمكن أن يستفاد من الرواية أن بعض الأموال لا بركة فيها لا تفرح إذا أتاك مال من فاجر من مرابي من إنسان يشتغل بالحرام مال الرشوة مثلا النبي الأكرم يشير إلى بعض الأموال أنه صداع في الرأس وداء في الباطن ولهذا المؤمن إذا وقع في مخمص بدنية أو نفسية فلينظر إلى ماله الذي أكل هذا المال من أين في زمان النبي اشتد حال حال رجل من الأصحاب فقالت له امرأته لو أتيت رسول الله فسألته النبي صلى الله عليه وآله عندما رأاه قال من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله العبارة يعني نعم معنى ذلك أن النبي عذر نفسه من أن يعطيه شيئا المهم أكثر من مرة والنبي هكذا يفعل معاه كأنه فهم المقصد يعني اذهب واعتمد على نفسك لماذا تسأل ذهب استعار معولا أتى الجبل قطع حطبا فباعه المهم الرجل استغنى اشترى غلاما ثم صار ميسورا ولما جاء النبي قال قد قلت لك من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله يعني لو أعطيناك شيئا أعطيناك مالا وانتهى ولكن ذهبت واستغنيت بنفسك المثل المعروف يقال لا تعطيه سمكة أعطيه شبكة المؤمن إن احتاج إلى شيء يذهب إلى غير الفجر والفسق يشكو حاله لمؤمن أمير المؤمنين يقول فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها لا تسأل كل من هب ودب هذا لا يليق بالمؤمن رواية نخدم الحديث بذلك إن جاءك سائل الآن وظيفة السائل أن يراعي كل ما قلنا هذه الليلة لا يسأل إلا للضرورة ولكن أنت لك شأن آخر جاءك السائل تأسب النبي الأكرم على ما رواه وصيه أمير المؤمنين قال ما سئل الشيئ قد فقال لا ماذا يصنع وما رد سائلا حاجة إلا بها أعطاه الحاجة أو بميسور من القول قال له كلاما طيبا وأما السائل فلا تنهر هكذا أمرنا أكرم السائل إذا أتاك برد جميل أو بإعطاء يسير أحفظ هذه القاعدة الرواية فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى الكليم إذن إذا ذهبت للمشاهد استحضر هذا المعنى النبي ما رد سائلا فكيف بمن دعا تحت قبة الحسين عليه السلام لأمر آخرته هذا لا يرد من تحت قبته السامية اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا خفي للطاف نجينا برحمتك مما نحذر ونخاف بل لغرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات والمؤمنات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر